تبدأ الحكاية اليوم بواحدة اسمه بابيو وهذا بابيو اشار السراق في فرنسا بابيو يروح لواحد الحفلة مع رئيس العصابة تاعو ويسرق الألماص من واحد الخزنة ومبعد يمدل الألماص هذكر رئيس العصابة والرئيس العصابة يمدلوا دراهم يقولوا لو كان فيقلك بلي سرقتلي شوية تاع ألماص برك راح تباصي ومبعد بابيو يرجع للدارت تاعو عند الخطيبة تاعو ويمدلها سلسلة تاع ألماص فأخذوا من ذلك يزدموا عليها البوليس واشكاين داري لوتهم بالاقتل واحد بعد المحاكمة تاعو يحكم علي بـ 25 سنة حبس وبابيو ما يسمعش في حق ويقول لهم بلي رح نهرب من الحبس ورح ننتاق من رئيس العصابة هذا في الحبس في فرنسا يتلقى بابيو مع واحد اسمه خوليو أخوتي هذا خوليو يقولوا بلي نعرف كنت أشار السراق في فرنسا وقالوا بلي أنا تاني سراق كيمانتا قالوا بلي إذا رأى حاب يهرب من الحبس يجب له دراهم وقالوا من ذلك يقول بابيو بلي كان واحد اسمه ديغا وهذا إنسان مرفع بزاف وراه في الحبس كما نتاقم احنا على جهة قاضية تتصوير بلي إذا رأى حاب يهرب يجب يجب دراهم من عند ديغا بابيو يهضر مع ديغا ويقول بلي إذا رأى حاب تعيش في الحبس مثل دراهم قسمه نهرب وانا نحامي عليك ديغا يرفض كامل ويقول باعد علي صح في هذي كلي لو بينما كانوا راقدين واحد السمين يهجم على واحد المسجون مرفع لتما كخوة يقتلوا ويسرقوا دراهمو هنا ديغا بدأ يدخل له الشكل راح يجري غضوة مين داك عند بابيو ويقول بلي أنا نقدر ندبارا او نخرج وتدراهمك تديهم بصح بشرط تدي امور ما نخرج انا ومشي دركة بابيو يرفض ويقولوا كيفاش ونسحق دراهم درك ولا ما فيهاش وفي هذيك الليلة نفس السمين هذيك راح يهجم على ديغا ويقتلوا ويسرقوا وبصح بابيو راح يدافع على ديغا ويطيحوا في الارض ويبدوا يضربوا ويضربوا دماغا وتحتجوا الحراس لهم ولقوا بلي بابيو وقتل هذيك السمين عقبوا بابيو بعد حكموا كامل السوجانة وقالوا لهم بلي بلاستكم ما شيفي فرنسا وبلي راح نرحلوكم الواحد لبلاستكم في امريكا الجنوبية يسموها قويانا وبعتوهم الواحد الحبس محوط بل ما من كل جهة ورجعوهم كي لعابد يخدموا يحملوا لي النهار وبابيو بينما كان يخدم تلاقا مع واحد البحار لتماك مش يمسجونه وقالوا بلي نمد لك الفين دولار مش رت تشوف لي فلوكا نهرب فيها وهذاك البحار قبل وقالوا لو كانت تلحق الفور في الليل نمد لك لفلوكا كما كان الحال بابيو وديقا هربوا ولحقوا للفور هذيك صح المشكلة لقوا بلي البحار هذيك لعبها لهم وبلي يضي درام كبار من المول الحبس هذك باش يبيع لي يا هربو وبسبب محاولة الهوروبة تعبابيو حكموهم ورموهم في السجن الانفرادي لمدة عامين بعد مورو العامين بابيو رجع القياخة بزاف وحسبت له مهبل دول واحد صبيطار خوتي وكان يلعبها لهم بلي مهبول بسحوه ما كانش مهبول ديكا جايزو راح في المستشفى هذك وبدأ يشكيله في الهموم دياليو حسبت له بابيو راح فيها أخلاص بحب بابيو يضر معا وقال له يجزم نهربو التم ديكا فقبل بابيو ما راحش فيها ثم قال له راح يديروا واحد الحفلة مرثلت أيام في هذا الحبس خوتي وقال له الحبس ما راحش يكون كامل مأمن في هذه كل إيلة وقال له راح نحط الدوات عرقات في الجيل وهكذا يرقدوا الحراس كامل وحنا نهربو جاءت الحفلة هذك ودروا الخطة هذك كامل صح ملاسينا انت الحبس بدات سوني ودقي قدري نافيقين انفتحت الحبس وهربوا من الحبس هذك وطلعوا في واحد الفلوكا وكانوا ربع عيبات وراحوا وخوتي للحالة كانت مخلطة كاملة في البحر وغرقت بهم الفلوكا كيف طن بابيو ينقى روح في واحد السبيطال في واحد الجزيرة ولقى واحد لا جزلت ما قاتلوا أصحاب بكرا ومبخير وراهم التحت وكيه بطلقهم صح بصع مالي يخرج وقالوا بوليسي قابله هو سياء يهرب منهم بصح بوليسي حكم وفتاني وهذا المرة ضربوا بخمس سنين في الحبس الانفرادي كيخرج من الحبس الانفرادي راحوا بحتغلوا واحد الحبس جديد وهذا الحبس يسموه سجنس شيطان لانه جاي كيشغول جزيرة سخرية وصد البحر ومستحال تقدير تلحق البحر لانه محاصر بالجبال من كل جهة باش تلحق البحر يلزم ترمي روحك في هذا الحبس تلقى مع صاحبه ديك وقالوا صاحبه بليس عيبة تهرب من هنا صاحب بابي يوم بينما كان مركز مع البحر الشاف بلي كان بلاج قريبة من هنا يعني لو كان يرمي روحه في البحر الموجر راح تدالي هذيك لابلاج خدمك يشغل وعد لابوي صغيرة وقالوا صاحبه باش يجي معاه صاحبه بفضل وقالوا انا مبقاش عندي حيات حتى ونجي معك معندي مندير لما قرر بابي يوم باش يهرب وحده رمال ابوي اديك ورمال روحه ودت الموجر لهذيك البحر والحق لهذيك البحر اخوتي بدأ يخدم فيها ونفي قدرها من قسمه يقدر يرجع الاوروبا ورحل طاليان اخوتي وعش فيها وحكي القصة التاعه وهذه قصة حقيقية وديروك شغل فيلم اسمه بابي يوم ووصد ان الشيطان هذا اخوتي كان فيه زياريين ثاني تم نفيهم من الجزائم طرف الاستعمال الفرنسي لا تنسيش درجام ودير اوبوني